من يوم لآخر تتصاعد حدة المعارك في الضالع بين القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى وتيرة المعارك ارتفعت بعد محاولات الميليشيا التقدم والتواغل نحو مدينة قعطبة عقب تقدمهم وتمركزهم في الأطراف الغربية والشمالية لها معارك الساعات الأخيرة أدت وفق مصادر محلية إلى استشهاد أربعة أطفال وإصابة آخرين نتيجة سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل أحد المواطنين في المدينة في الأطراف الشمالية لقعطبة أعلنت قوات الجيش استعادة مواقع الشبكة إثر مواجهات عنيفة بعد أيام من سيطرة الميليشيا عليها وبموازات ذلك شن طيران التحالف سلسلة غارات على تجمعات للميليشيا في منطقة موريس ما أدى إلى تدمير دبابة ومقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا وخلال الأيام الماضية كثفت ميليشيا الحوثي من تعزيزاتها العسكرية باتجاه محافظة الضالع بهدف فتح الطريق لقواتها للوصول إلى محافظات الجنوب وتمكنت خلالها من السيطرة على مديرية الحشة وأجزاء من مديريتي قعطبة والأزارع تعزيزات الميليشيا المكثفة باتجاه محافظة الضالع واستماتتها المستمرة للسيطرة عليها تجابه برد فعل غير متكافئ من قبل التحالف والحكومة وهو ما يضع تساؤلات عدة حول ذلك خصوصا بعد استهداف ألوية الحماية الرئاسية من قبل قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا